تم انتخاب السيدة أسماء غلالو عن التجمع الوطني للأحرار رئيسة لمجلس مدينة الرباط وذلك خلال جلسة حضرها 79 عضوا من أصل 81 يشكلون المجلس وحصلت السيدة غلالو على 58 صوتا فيما حصل منافسها لحسن لشقر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على سبعة أصوات بينما حصلت بديع بناني عن حزب العدالة والتنمية على ثمانية أصوات اليوم بالنسبة لنا اليوم التاريخي أنني انتخبت أول عمدة لمدينة الرباط اللي هي العاصمة الإدارية عاصمة الأنوار العاصمة التقافية وهذا الشيء يشرفني اليوم يحدنا تحدي اليوم بعدها اللي هو مهم جدا أننا عندنا ست مدن قبرى وانتخبت ثلاث نساء على رأس هذه المدن هذا أكبر دليل على أننا بلد متقدم على أننا احترمنا دستور 2011 وعلى أننا احترمنا مبدأ المناسبة وحظيت السيدة غلالو بدعم منتخب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال فضلا عن منتخب حزب تجمع الوطني للأحرار الذي كان قد ظفر بثلاثة وعشرين مقعدا على مستوى الدوائر الخمس للعاصمة خلال الانتخابات المحلية لثامن شتنبر